موسيقى الوزير ابن العلقمي الرافضي قبحه الله الوزير مؤيد الدين أبو طالب بن العلقمي صار وزير المستعصم وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة وعلى المسلمين وكان رافضيا خبيثا رجيء الطوية على الإسلام وأهله ما لأى على الإسلام وأهله الكفار هولاكو خان حتى فعل ما فعل بالإسلام وأهله ثم حصل له بعد ذلك من الإهانة والذل على أيدي التتار الذين ما لأهم وزال عنه ستر الله وذاق الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخر أشد وأبقى وانقطع في داره إلى أن مات كمدا وغبينه وضيق وضيق وقل وذله ودفن في قبور الروافض وقد سمع بأذنيه ورأى بعينيه من الإهانة من التتار والمسلمين ما لا يحد ولا يوصف وتولى بعده ولده الخبيث الوزارة ثم أخذ الله ثم أخذه الله أخذ القرى وهي ظالمة سريعة لاحظ كل ما يقول هنا لا يسمح بأن يحكى مثل هذا الكلام عن يزيد عن ابن زياد عن أمر بن سعد وعن غيرهم من المجرمين من قتلة الحسين والرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث عن هؤلاء ويتحدث عن ابن العلقبي وعن أصحابه وعن ما وقع عليهم يقول وقد هجاه بعض الشعراء فقال فيه يا فرقة الإسلام نوحوا واندبوا أسفا على ما حل بالمعتصم فعندما نندب الحسين آل الحسين أصحاب الحسين نندب الإسلام نندب كربلاء لا يقبل ابن تيمية والمنهج التيمي نكفر على هذا وبهذا ونقتل على هذا وبسبب هذا يا فرقة الإسلام نوحوا واندبوا أسفا على ما حل بالمستعصم دست الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقمي أقول يعطي لنفسه كل المبررات والمشروعية لهجاء ابن العلقمي لهجاء ابن العلقمي وسبه ولعنه بينما يكفر كل من يهجو يزيد ويلعنه لقتله الإمام الحسين الصحابي خامس أهل الكساة صبت النبي المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام